كعادته كل يوم أربعاء وخلال لقائه الأسبوعي بالحجاج في قاعة بولوس السادس في الفاتيكان استكمل قداسة البابا فرنسيس في حديثه لجموع الحاضرين من كل أرجاء العالم تعليمه حول صلاة الأبانة قائلا إن التضرع الثاني الذي نتوجه به إلى الله عندما نتلو صلاة الأبانة هو ليأتي ملكوتك مشيرا إلى أن علامات مجيء الملكوت عديدة وجميعها إيجابية مبينا قداسته أن العالم لا يزال مطبوعا بالخطيئة ومأهولا بالعديد من الناس الذين يتألمون وأنه ما زال هناك أشخاص لا يتصالحون ولا يغفرون فضلا عن حروب وأشكال عديدة من الاستغلال وأوضح قداسته أن العديد من الرجال والنساء لا زالوا يعيشون وقلوبهم مغلقة ولأجل ذلك نحن بحاجة لك يا يسوع وختم قداسته اللقاء الأسبوعي بالتأكيد على أن الله يسبقنا على الدوام وبعد ليلة جمعة الآلام يأتي فج قيامة قادر على أن يضيء العالم بأسره بالرجاء أيها الأبو الأقدس يصر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبلوا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحر إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بوتروس في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية بعدها سيمنح قداست البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم سأتل الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس أيها الأخوة والأخوات الأعزاء إن التضرع الثاني الذي نتوجه به إلى الله عندما نتل صلاة الأبانة هو ليأتي ملكوتك فبعد أن يكون قد صلى لكي يتقدس اسم الله يعبر المؤمن عن رغبته فأن يسرع ملكوته في المجيء إن علامات مجيء هذا الملكوت عديدة وجميعها إيجابية ليأتي ملكوتك يكرر المسيحي بإسرار يسع قد أتى ولكن العالم لا يزال مطبوعا بالخطيئة ومأهول بالعديد من الناس الذين يتألمون وأشخاص لا يتصالحون ولا يغفرون وحروب وأشكال عديدة من الاستغلال جميع هذه الوقائع هي الدليل على أن انتصار المسيح لم يتحقق بعد بالكامل العديد من الرجال والنساء لا يزال يعيشون وقلوبهم مغلقة في هذه الحالات بالذات ينبعس من شفاه المسيحي التضرع الثاني من صلاة الأبانة ليأتي ملكوتك والذي هو كمن يقول نحن بحاجة لك يا يسوع نحن بحاجة لأن تكون ربا في وسطنا دائما وفي كل مكان قد نتساءل أحيانا لماذا يتحقق هذا الملكوت ببطء لأن ملكوت الله لا يحل في العالم بوسطة العنف إن أسلوبه في الانتشار هو الوداع ملكوت الله هو بالتأكيد قوة كبيرة أقبر قوة موجودة ولكن ليس بحسب معايير العالم إنه كالخمير الذي يعجن مع الدقيق يختفي في الظاهر ومع ذلك فهو الذي يخمر العجين أو كحبة خردل صغيرة لدرجة أنها غير مرئية تقريبا ولكنها تحمل في ذاتها قوة الطبيعة المتفجرة وعندما تنمو تصبح أكبر شجرة في البستان أيها الإخوة والأخوات الأعزاء إن الله يسبقنا على الدوام الله يفاجئنا دائما وبفضله بعد ليلة جمعة الآلام يأتي فجر قيامة الآن صغيرا والأخوات الأعزاء ليأتي ملكوتك لنزرع هذه الكلمة واستخطيانا وإخفاقاتنا ولنهدها للأشخاص الذين غلبتهم وأخدعتهم الحياة وسنشعر عندها أن صلاة الأبانة تجيبنا ليبارككم الرب